بسم الله الرحمن الرحيم إخواني وإخواتي المواطنين أسعد الله أوقاتكم بالخير والصحة والعافية اليوم نلتقي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات هذا المركز الذي أثبت أهميته في توحيد وتنسيق الجهود بين كافة الوزارات والقوات المسلحة الأردنية جيشنا العربي جيزتنا الأمنية والجهات ذات العلاقة كل هذا مكننا من أدارة الأزمة إخواتي وإخواني اليوم أتطرق إلى موضوعين أساسيين أولها مجابهة تحدي البطالة من خلال إعداد الشباب للإنخراط في سوق العمل وهذا يأتي من خلال إعلاننا عن تفعيل قانون خدمة العلم بحلة الجديدة وأيضا باتجاه آخر ومكمل شمول العمال الزراعية وفئات أخرى بتأمين الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي حتى نحمي العامل الأردني وين ما كان موقع عمله أو القطاع اللي بيشتغل فيه الموضوع الثاني اللي بنا نحكي عنه اليوم هو ما استجد بالنسبة لخطتنا للتعامل مع وباء كورونا لكن اسمحولي أعرج في البداية على حادثة الحريق في محافظة عجلون في وسط هذا المشهد المؤلم اللي كلنا شفناه ما يلفت النظر كان الاستجابة السريعة من الوزرات المعنية ووزارة الزراعة والعمل البيداني البطولي لنشام الدفاع المدني والأمن العام والقوات المسلحة جيشنا العربي البلديات المحافظة العديد من المتطوعين اللي كلهم مع بعض هبوا للمساعدة في إخماد الحريق هؤلاء كلهم أبطال عملوا في ظرف جوي قاسي جدا كلنا كنا منعاني منه وإحنا في بيوتنا لكنهم نجحوا والحمد لله في تطويق الحريق وإخماده وحموا أرواح الأردنيين الغالية هذه عجلون بغاباتها الحرجية وأجارها المثمرة بتمثل جزء هام من رئة الوطن هي متنفس لكل الأردنيين لذلك رح نبدأ مشروع التحريج اللي أعلننا عنه الأسبوع الماضي هذا المشروع الوطني رح نبدأ من منطقة باعون في عجلون وسنعيد الحياة والرقعة الخضراء إلى تلك المنطقة كباكورة من نشاطات هذا المشروع اللي بهدف لزراعة عشر ملايين شجرة خلال السنوات القادمة نعود لموضوعنا الأول لقد كانت توجيهات جلالة الملك حفظه الله للحكومة وعلى الدوام العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستثمار الأمثل لقدراتنا البشرية المتاحة واتخاذ كل التدابير لإيجاد معالجات فاعلة لكل التحديات وخصوصا البطالة بين الشباب والوصول لحاضر يتيح الفرص لشبابنا ويؤمن مستقبل مشرق للأجهال القادمة الحكومة وفي إطار سعيها لتحقيق ذلك والاستثمار في قدرات الشباب ستعمل على إعادة تدريجية لخدمة العلم ولكن بشكل وقالب جديد ومختلف عما كانت عليه في سنين مضت ولطالما قلنا بنسمع مطالبات مستمرة من الأردنيين في السنوات الماضية بإعادة خدمة العلم لسقل الهوية الوطنية للشباب وتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام بما يخدم مستقبلهم ووطنهم تلك التجربة التي ارتبطت وجدانيا بحب الفوتيك وشعار الجيش التي طالما كان رمز للوطنية والإنجاز وستبدأ وزارة العمل والقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بوضع الخطوط التفصيلية للتنفيذ التدريجي بإذن الله وستكون خدمة العلم إلزامية هذه المرحلة لفئة عمرية معينة والتركيز لمن لا يعمل ليس على مقاعد الدراسة ليس خارج البلاد ورح يكون في مجموعة من المعايير اللي رح يتم الإعلان عنها لاحقا وخلال هذا الأسبوع وبيضمن هذا البرنامج تأهيل وتدريب للشباب لرح ينخرطوا في مختلف المحافظات وتزويدهم بمهارات وقدرات ضرورية للعمل والعطاء والإنتاج وأيضا تسويق كفاءاتهم في سوق العمل وتدريبهم في مواقع العمل أيضا إعادة إطلاق خدمة العلم هي وحدة من أهم مجموعة جهود عم نشتغل عليها لزيادة انخراط الشباب الأردني في قطاعات إنتاجية كالزراعة والإنشاءات والصناعات وأيضا إكسابهم مهارات رقمية في تكنولوجيا المعلومات هذه المهارات صارت ضرورة لزيادة إنتاجية كل القطاعات وأيضا لتعزيز إقبال الشباب على هذه القطاعات وخصوصا قطاع الزراعة طورنا منظومة لشمول العمال الزراعية والعمال الحرة بتأمينات الضمان الاجتماعي وأيضا التأمين الصحي هذا كان دائما الشكوى المبررة من شبابنا أنه أنا إذا أبدأ أشتغل بهذه القطاعات كيف أبدأ أشترك في الضمان وكيف أبدأ يكون عندي تأمين صحي رح نذلل هذه العقبة إن شاء الله في الأيام والأسابيع القادمة سواء سيتم الإعلان عنها كل هذه الإجراءات عم تيجي بوقت عم نراقب دول العالم الوضع الاقتصادي غير مطمئن مديونية كل دول العالم أخذ بالارتفاع وهناك مؤشرات واضحة لتباطئ اقتصادي عالمي بسبب الكورونا وبالانكماش وهذا الانكماش يتراوح من دولة لأخرى بين 5 إلى 15% في دول أكثر وهذا الانكماش سيؤدي بالضرورة إلى تراجع في عدد فرص العمل وازدياد في البطالة ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي اتجاه هذه التحديات نعم نحن لسنا في معزل عنها ولكن سنفعل كل ما في استطاعتنا لتجاوز هذه التحديات وضعنا الاقتصادي والحمد لله أفضل في منعته من العديد من الاقتصاديات الأخرى ورح نستمر في جهودنا وبرامجنا الرامية لتحفيز القطاع الخاص جذب الاستثمارات للأردن وخاصة في قطاعات واعدة أثبتت أهميتها خلال الجائحة من صناعات غذائية ودوائية ومستلزمات طبية ننتقل لموضوعنا الثاني في حديث اليوم وهو ما الذي استجد في خطتنا للتعامل مع وباء كورونا وهنا يتساءل الجميع عن ماذا حصل في المنظومة الأولى على مستوى المملكة خلينا نتحدث ما الذي بقي وما الذي تغير وأكد أن رؤيتنا في التعامل مع وباء كورونا ما زالت كما هي صحة المواطن في كل اعتبار والهدف واضح علينا أن نضبط أعداد الإصابات والوفيات قدر المستطاع لحين انتهاء هذه الجائحة بشكل أو بآخر مما قد يستغرق أشهر أو سنوات وبما يتناسب مع قدرات منظومتنا الصحية ولا يؤدي إلى انهيارها لا قدر الله وهذا مهم جدا 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 اليوم وضعنا بلغة الأرقام وحتى هذه اللحظة اللي شهدت ارتفاعات تثبت أعداد الإصابات أننا بفضل الله من أقل الدول في عدد الإصابات لكل مليون نسمة حتى نقارن حالنا مع دول العالم خاصة المشابهة لنا بالتعداد السكاني أيضا نسبة الوفيات والحمد لله بكورونا في الأردن أيضا مقارنة بغيرها من دول العالم تثبت بأن أسلوبنا في التعامل مع هذه الجائحة كان موفق بحمد الله ونبذل كل ما بوسعنا بتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة سيدنا لنكون من بين أوائل الدول اللي راح تتمكن من الحصول على اللقاح لتأمينه للناس اللي بيحتاجوا فعلا من مواطنينها جميع الإجراءات التي نضعها في مواجهة كورونا تهدف لتحقيق المعادلة التالية احنا بدنا نمنع تفشي الوباء وتستمر عجلة الاقتصاد وباقي أنشطة الحياة اليومية الضرورية كلها من بينها التعليم ومؤخرا زي ما شفنا فتح المطارات والمعابر الحدودية القرارات التي اتخذت في ذلك وفي حال اكتشاف ثغرات في التطبيق على أرض الواقع أكان على المعابر الحدودية زي ما بتعرفو كان في مراجعة كاملة لمعبر العمري والآن لغاية الآن معبر جابر مغلق لحين تأكدنا من اتباع كل الإجراءات السليمة أو لما منكتشف ثغرات في الالتزام في أماكن التجمع في الأسواق في غيرها واجبنا إغلاق هذه المرافق وكل ذلك هدفه حماية صحة المواطن اليوم أصبح عنا منظومة محدثة بالتحول التدريجي والمنظم من إجراءات الحضر والعزل على مستوى المملكة ككل إلى أضيق نطاق ممكن وبالتدرج على مستوى ابتداء من مستوى المنزل أو البناء أو الحي أو اللواء أو المحافظة وهكذا هذه المنظومة الجديدة مستندة إلى بيانات ميدانية حول مواقع الإصابة تدخل هنا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على خرائط جغرافية ذكية للمملكة كاملة بما يمكن خليط الأزمة من اتخاذ قرارات ميدانية سريعة ودقيقة في تنفيذ العزل في أضيق نطاق ممكن لهذه المنظومة هذه المنظومة دائما عرضة للتغيير والتطوير في حال تسارعت الإصابات بالكورونا لا قدر اللغاء ولكنها منظومة تفاعلية وتعتمد على اتخاذ قرار مشترك يأخذ في عين الاعتبار العديد من المعايير الصحية والجغرافية وطبيعة الحي وطبيعة المنطقة مع عودة غالبية النشاطات والمرافق إلى العمل نحتاج أيضا إلى وسائل تكنولوجية تدعم جهود التخصي الوبائي وهذا اللي يمثلوا بجدارة تطبيق أمان وأكدنا أنه أي شخص يصل تنبيه من تطبيق أمان بأنه مخالط لحالة إصابة ستكون كلفة فحصه مجانية في جميع مراكز المملكة الحكومية وسوف يتم شرح المنظومة الجديدة التي تحدثنا عنها التي تنطلق من المملكة على كل إلى الأحياء من قبل معالي الدكتور عبدالله طوقان لوسائل الإعلام والرأي العام بمزيد من التفاصيل ومعالي وزير الصحة أيضا حول استمرارية تطوير قدرات منظومتنا الصحية وقدرتنا الاستيعابي رسالتي إلى إخوة المواطنين هذه الجائحة علمتنا أننا في بعض الأحيان أمام خيارات أحلاها مر ولكن هذا المر سيمر بإذن الله بسعينا معا لتحمل المسؤولية على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني عشان نحمي أنفسنا عائلاتنا وطننا ومستقبلنا الأردنيون كانوا وسيبقوا دائما على قدر أهل العزم أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم ويحميكم جميعا وشكرا لكم